السلام عليكم و حوالكم ان شاء الله تكونوا بخير و حتى كومت كلها ان شاء الله يا ربي ريحتوا بيه والعيد فوتو كما يحب الخاطر الفيديو تاليوم فيديو جديد الذي تبيه لكم بحيوه على خاطرنا أفكار للمهيبة و ما يصنحنا لكم بزاف احويس ان شاء الله هنا اعجابكم مرحبا بكم في الاسطاقرم خليه لكم الهناية لا تنسونا الجام والكمنتر سيطلع لي المورال فقط بزاف ناس عندهم فكرة غلطة على الجام والكمنتر لسيطلع الفيديو تاليوم كما سوف نرى فيها نحن نطيب لكم طاجئ اللي حلو قولي ايها اذا اخرجنا من رمضاني اهديك ربي الا غالب يا اخواتي الماكلة فيها فيها سواء عرضة سواء مهيبة سواء عرسة سواء اي حاجة لازم 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 الهنا شوفوا الهنا يراني قد ندوزن في الدنيا هنضير بربوشة هنضير طاجئ اللي حلو هنضير شربة درتبورك مصيدوان دوزن بلا يعني الدنيا قيما مصيدوان السيئ تاكل سهلا السيئ تحكموا نحن ملح ملح ثم تكاملوا ترشوها بالماء تعودوا تحلوها ملح بيديكم زادوا تشربوها تخليوها ترتاح تحلوها بيديكم دعونا شوية تحزيت شوية تحمل حوالها جوز فويرات كان هنا تجيكم كل حبة وحدها بعد الهنايا دوزيان بلاتانة نحن نضيفون تاجين جبن بالفيرونداشي والفرماج والتجاج هنا حكمت التجاج طيبته فلاسوس هذي كنت نضيفه دوزنتها عادي شوية شوية ثوم طيبت فيها التجاج هذا بعد الهنايا بعد ما طابلين حيتو قصيتو ديمورسو صغار كما تشوفوا لحت فيه شوية من المعدنوس لحت فيه ثلاث أعظام نحن ايش نقولكم شرشمين يعني فايدين ثلاث أعظام عادي ثانية الهنا نضيفه عليها رشاة من الملح البيض ونضيفه رشاة من الفلفل حين نخلطه كلش في بعضها بعد الهنايا بعد ما نخلطه كلش في بعضها الهنايا لابد الوقت كان ضيق لابد كتكون عندكم عرضة ولا الوقت يكون ضيق لا نجمتش اني نصور بليدي تاي وكل حاجة وحدها مي اتفكرتكم وما حبيتش نغيب عليكم وقلت لغين بارتاجي معاكم الهنايا يجبت الفرماج انتاعي ورابيتو الهنايا اي فرماج عندك اللي يضوب لوحيه زيته ودرتوا معكم طبق هذا من قبل المي بطريقة خلاف يعني درتوا بجاجني اليوم درته لكم بجاج طيب كما راكم تشوفوا الهنايا بعد نزيدو الخبز المرحي لحظ مغارف من الخبز المرحي نخلطه كل مع بعضها وهي ثانية رشو عليها هذك الخبز المرحي ونحيو هذك الزايد بعد نجيبو الخليط انتاع نتاع جاج لما اصبحتنا ندوذنو فيه ونديروه كطبقة كما راكم تشوفوا هنا نديروه كطبقة بعد نحاولو انه نهبطه مليح بالفرشيته ومغرف لسانسيال تهبطه مليح يعني يعني متخليوش كاك واقف بعد يعني كي تقصوه يجيكم كل حاجة وحدها يعني يجيكم لاسق ما يجيكم هكاك كيف سنقول لكم من فوق فرات وهو فارغ من الداخل هذه وهنا بعد نديروه طبقة ثانية اللي هي راح تكون بالفرماج بما انه يسموه طعب جين جبن لازم تكون كونتيتي معطبرة من الفرماج وخاصة ان كي تكون عرضه لازم تكثري الفرماج هكا بشي يجيك كبنين اللي هنا ندير فرماج النوع تاع الفرماج اللي درته دي ما تقسيمني درتشيزي انا يعجبلي بززاف ويجي يجيكو بتاعه بنين بزاف اللي هنا الفيونداشي كيف هدرتله درتله شوية بصلة شوية ففل كحل شوية ملح وخليته طعبلي بعد كما طعبلي زيتله يعني الفرماج زيتله الدبشة زيتله الخبز المرحي نفس الطريقة اللي درتها للتجاج درتها الفيونداشي غير اللي هنا يقليته هو بالبصل وشوية ثوم وملح وفل كحل ومبعد زيتله الدبشة هذا هو الديفيرانس ما بينتهم هذه هي مبعد راح نحطه كطبقة ثالثة ونحاول نستفو ملح ونحطوه في الفرن نطيبوه التحت ثم بعد نعودوه نطيبوه الفوق راح يجيكم شوفوا اللي يجعم يدارته راح يجيك يهبل يهبل اللي هنا البوراك اللي هنا يدرت بوراك تابيونداشي بالفرماج ودر الثاني بوراك انتاع البطاطا بالفرماج يعني يدرت دوش بعدها الهنا يجد هنا تلكم هذي اللي يزد دخلت هذي المشينا صغيرونا هذي لينا نرما ما سيبوه لكو عرفتوا لكو لارتع داري دوش نتاعي ها كو لارتعوه الكو زينة نتاعي سيبوه عرفتوها قبل نروح الاخير نقول لكم على الكو لارتعوه اللي هنا ازلت كي ما قلت لكم المشينا هذي فرز الدوش نتاعي هذي فرز ان شاء الله جبتها للدوش كي ما راكم شوفوا نتاعنا في الدار بلو وميتا في دايلة تنضيرها روز كل واحد يجي لحسب الكو زينة انتاعو المشينا هذي تغسري فيها التراشن تغسري فيها تقاشر خاصة التراشن هذي صغار يعني ليشقش للمشينا الكبيرة لهم طيش فيها التراشن هذي صغار تغسري فيها ويسع الجسام انا تداريهم التراشن تعال الكو زينة وكي ما تحبي تحويش خفاف طيال من الامتاعوها المشينا، يطلع فيها بعيد قشهم يطلع فيها أي حاجة ترشهم يعني الي لديها طفل صغير شريله فرز ولو طفل فرز والطفلة بتفصل في البلو تبقيوا تضم لها ان تتشعل ان تتشعل بك تصوم لها في فورما تشعل تزايد اضمها غير تضمها ستتشعل شاجة اللي عجبتلي فيها ان تكملت تخدمي بها ستسكريها وتحطيها في ثلاثيانية انا هتلمو عجبتلي في درنا و احبيتها دراحة في داري ان شاء الله مخاطر تنحييلي وجديل ستشعلولها و سنخدمي 果نات لجيت يتغسلوها بالنسبه للشارجر لا تتمشي شارجر لا يوجد شارجر لا تتشارجر سوف تدخلها في البريز لا تستشارجر يعني تقلها في البريز العكس هذا الاشتراك انا لا نغسل لكم في التاعية سوف نغسل لها في التاع شاهدوا الاشتراك كيف نعمرها بأطراشن واليزيس بالنسبه لالبريتا اي الابنات 1.3 مليون و توصيل س سيكون داخل هذا السعر يعني التوصيل مجاني مع سعر سعر انتحه كامل 1.3 مليون بالتوصيل في كل شيء يوصلوه لك حتى الباب الدار يعني من لي يسكنوه في البلديات ما همش يعني يقراب البروات وكلش يديرو لك التوصيل حتى الباب الدار بنفس السعر كامل 1.3 مليون و توصيل حتى الباب الدار ميني ماشينا هاي لاب زب زب صدقوني غرب انا عجبتلي صراحة كل ما عجبت ليش ما نزيتش نجيب دوز ايام وما مختي اكرام في الاقامة مدت واحدة هذا هي الهنا نقادل نعتلكم كانت تقطع للصوت ولا نحكي واحدة نصباح ولا نقص نجري واحدة الاخر القطوحي لا نسجل كانت تقطع ليسانسي الله علينا ونحبسنا اكرام مدت مم هي واحدة لها هذا الهنا بعد ما لحت الماء تلوحوا لها وش تحبوا ليزيس ولا تعلقش على حسب وش تغسلوا فيها ومن بعد الهنا راح تسكروا لها تجبدوها على جنب يعني ما تضي لها لسباس لولوك تكمل تبزي المتاك وتحطيها على جنب دركني كنت نعتلكم الهنا التراشن تايي كيف كانوا ونزيدنا التراشن تايي كيف خرجوا ونحبتش نسيت نغسلكم فيها التقاشر بش مطيحوا ليش تا اه و اه و اه و اه و اه و اعلاه ودرت فيها التراشن ودرت فيها التقاشر حاجة عادية بلاستيك تغسله تش يهمله ما يبقى في حتى جراثيم نورمال كم الماشينا يعني ذيلها شه relations جغ نقص اعليها لاني لا ننزل اضافه زوج و الطراش BECAUSE ايضان سيضافه عند بيوتي اضافاه في الشاشة 1.300.15 بار ببار بالتوصيل لا تجدوا اشياء تحالي و كامره لا تزال ما يخبره اخبار الموقعي الموقع عندنا وهوامي اللي اقربتها معكم و دركم زيت اصدقاء للغاية ان تقوم باقرار لنى انها الفين انا لنشاهد فى جارجين احبيرا برستخفع برشارة فى الجوارة افضل مليحة فى السيارة بعد مرانا احبيرا بالفريع طابلة مانجيل ديروها في رمضان ديروها في العيد ديروها في الايام العادية كي تكون عرضتكم اعرضة يعني اضحمروا بها وجهكم شوفوا هذه فيها 6 اللي انا كما راكم تشوفوا يساتوا طابل هذو شوفوا الحاجة اللي عجبتلي فيهم انهم هذو يتنحاوا ويعاودوا يتغسلوا كما تحبو انتم يعني كي تمسخو لكم تنحيهم وتحطوهم يتغسلوا و جايين صحاح كما تشوفوا من عند اروى بوتيك عندها الفيسبوك تحى اروى بوتيك انستغرام اروى بوتيك ونخليلكم النيميرا اللي هنا في الشاشة هذي هي شوفوا الهنية كيفها جاي نفرشها لكم وتشوفوها خير وخير فيها 6 سرافت اللي هما سرافت ولا تراشن هذي كما راكم تشوفوا وفي اثاني النب اللي يجي كبير تعطاب لبوستة تديرو لكم على حسبوش تحبو انتم معلها كولار تفريشة يعني عندها تفريشة تهبال خير من حتى هذه هذه باهية تهبال وكما عندها ماخير ادخلوا لباش تحديدو تشوفوا اكثر اكثر هذه السامبل خلاص وتهبال يعني ما كش ماخير من السامبل مليح مخطشة لطابلت عنا جاي في المارون وهذا يتوال معها باج ومارون احنا شوفوا يعني متقونا الخدمة التاحة الكفة كل شو يبلاستو بعدها الهنايا شوفوا تفريشة كيف هجات شوفوا كيف هدرت الصرافت نعتها لكم غير هكاك تقدروا ما تحطوها يعني تنحبغي لي صوت وطابل سوف تفريشة هذه فوق الطابلة يعني سواء في الكوزينة سواء في الصالة كيف تكملوا تنحبها او غير هيلة بزاف بزاف ومتقونة وثاني عجبوا لي الكوزات وطابل كيف تحطو عليهم الإزاسيات وإذا كنت سهل لهم المكلة تقدروا تنحبهم تغسلوهم يعني ما يبقى بش خامجين بيخلاص وعلى نميرو في الشاشة تخدم لكم 4 كراسة تعزز كراسة 6 8 وعلى حسب وش عندك طابلتاك يعني غير قريلها طابلتاك تعطيلها لم يجر تحصيبو تجيبها لكيه بعد نحن نترك لكم 6 حامل تحت حكا بشكل فيديو متنوع وعدة أفكار وكل واحد يحب حاجة يجبها بطبيعة الحال نحن نترك معكم حوائج ساعات يكونوا لا يوجد توصيل من هذا اللي بارتجيتهم معكم اليوم كامل يجبو لكم توصيل للولايات الهناية للمهيبة او للعرس الصراحة انا الهناية بينما ننخبها لما ننجحها وكانها مهيبة ثانية تفضيلها وخير الهجر ويجبو تجري استخدامهم طبيعة الصراحة وهو طيعة اللي بعمل في المهيبة هيدة للحاول طبيعة أخرى طبيعة بشكل ساعر لا يمكن ان اشخاص يدخل وكلاتاك تربوه والطبيعة كما يتفضل فيه ويبقى كلاسه هذا اللي بوكل مخاطرات جايين نفس الهبطة تلبسوهم معها يعني رح ندير لها هذا اللي بوكل و تشوفوني يلبسها كيفهجتني جايين نفس الديزاين بالنسبة للمهيبة لابد ان يكون كامل تقصيب يا البنات رح يجيوني ولم يجيونيش مهمش رح يجيوني وحبيباتي تفاهمت انا الزوج انتعي يعني انا مفاهم انا الزوج انتعي قلت له يعني بالزافة عليك و جاي والبعد وكلش وحنا ما بقناش مواري مخاطرش حنا في زوز حنا عنا بزاف شغالات يعني في حياتنا توجد كل واحد يلتب امره و اصلا ما بقى شو نتليمه كامل ان شاء الله فعله هذه هي اللي هنا كما راكم تشوفوا شوفوا كيف هجتني مع صعبو جات هاي لصراحة عجبتلي بزاف 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 رح نخلي لكم لي فطوة تحا في الانستغرام بشكل تزيدو تديو افكار هذي رح نخلي لكم لي مرتاع الخياطة و الانستغرام مكتوب هكا بشتديو فكرة عليها هذي هي اللي هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو نقول لكم نحب لكم عرام عرام ماذا ساوش تخليوا لي الجام هذك يجدكم اللي يطلع لي الموراد ولي كومنتر زينين كما تماؤوا انتظرونا في فيديو قادم بإذن الله هذي هي مبقيكم بخير ونطلعوا في ارواحكم نخليكم ما تكميل انتال فيديو بحشوفو شوية لليطايل هذي هنا يحاجر كل مهبولة تحكي وحدها و تعود تقطع الصوت و تعود المونتاج الى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله